نعم لماذا ندرس هذا الكتاب كتاب التوحيد هاشا نصيحة علماء لنا لابد نسيل في طلب العلم إلى نصيحة العلماء فالعلماء نصحوا أن طالب العلم يدرس هذا الكتاب لذا كتاب التوحيد يرنوز همكينه بل عالمدار بزغلغون نصاته إلي مالوه دا بزسسرده بزغي عالمدار برساته برجن جولدو غرمان شغاز كريك بود نعم هذا الكتاب نستطيع أن نفاهرس أو نقسم الكتاب إلى عشارة أقسام المقدمة و تفسير التوحيد والأدل والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله والأسباب الكفر والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة والأعمال الشيطانية والسحر والكهان الشيطانية والأعمال القلوب والأسماء والصفات والمناهي اللفظية والفاض الشركية والأسباب الكفر حتى نشتني بها ورد على من يقول أن الشرك لاقع في الأمة والجزيرة والأعمال الشيطانية أعمال القلوب اسم سفات والمناهي اللفظي الفضل الشركي وبعض الشركيات والخاتم شكرا للمشاهدة